هذا ونفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي وجود أي دعوة إسرائيلية رسمية لتوجيه سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر تعديلا لتصريح وجه فيه أحد المتحدثين العسكريين الإسرائيليين نصيحة للفلسطينيين الفرين من الضربات الجوية على قطاع غزة بالتوجه إلى مصر وقال الجيش في بيان إن المعبر الحدودي بين غزة ومصر مغلق في الوقت الراهن وقالت مصادر أمنية مصرية في وقت سابق إن المعبر قد أغلق بسبب ضربة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر في غزة